الرئيس السيسي واجه بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد الدعم الكامل لتعديد حركة التجارة والمشروعات الاستثمارية مع الكويت في مختلف المجالات التنموية برهم صالح يعلن ترشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق لولاية تانية ويؤكد أن الشعب أمامه مسؤولية تاريخية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نصر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الكامل لتعديد حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين كل من مصر والكويت في مختلف المجالات التنموية كما شدد أيضا الرئيس السيسي على موقف مصر ثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقر وخلال اجتماع آخر بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصائد وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم من جانبه نقل السيد محمد جاسم السقر إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر وهو من عكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية عقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية طعميق الانتاج المحلي وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبول الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة من خلال تذيل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات حيث شهد عام 2021 ارتفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 من 10 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020 خاصة في قطاعات المنتجات الكيموية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء وللمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام ينضم إلينا هاتفين أستاذ محمد نجمة الباحث الاقتصادي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك إذن هي طفرة حقيقية وواضحة على صعيد إنشاء المجمعات الصناعية وأيضا مخرجات للقاء السيد الرئيس برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم السجر كيف تقرأ هذا في ضوء توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وأيضا زيارة الاستثمارات يعني في البداية لما حضرت بصي على منحنة الصادرات المصرية وحركته طول السينمي اللي فاتت أو طول العقود الماضية كانت حاملة زي تلاقي مثلا حضرتك أنه الرقم في سنة 95 كان الصادرات المصرية التي تهيوز 3 مليار دولار نقفز لأمام لحد 2010 بالنسبة لأن الصادرات المصرية وصلت إلى 26 مليار دولار بعدها جاءت الثورة ثم تراجعت الصادرات المصرية لحد ما انخفضت في 2015-2016 ل21 مليار دولار النهارة الرقم اللي هنتكلم عنه هو حوالي 32 ودي صادرات غير مفطية هي لا تشمل النفط والغاز والمشتقات البترولية والغاز المزارج بإضافة المشتقات البترولية وكل ما يتعلق بالنفط والغاز يصل الرقم إلى 42 مليار دولار أو أكثر حد أدنى هو 42 مليار دولار في سنة 2021 هنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل هنا أن مصر استفادت من حالة الطلب العالمي أو فيه فورة وتفرى كبيرة جدا فيه الطلب العالمي على العديد من السلع والحظنا الجيد أن هذه السلع التي عليها طلب مرتفع للغاية هي سلع مصر وتفوق فيها يعني على سبيل المثال هناك تفرى فيه الغاز المسان وهناك طلب أوروبي وطلب أسيوي كبير على الغاز المسان ومصر لحظنا الجيد أننا بقالنا آخر خمس سنين بنطور في قدرتنا على التسجيل وعلى التوزيع وعلى إنتاج غاز ده رقم واحد رقم اثنين عندنا في الحاصلات الزراعية السيد الرئيس أولى منذ بداية ولاياته الرئاسية بمجهود واهتمام واضح جدا بالإنتاج الزراعي ورفع إنتاجات الفتاح مشروع مستقبل مصر، مشروع الصواب الزراعية، مشروع الدلتة الجديدة كل هذه المشروعات تهمت ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي داخليا وأن الاستهلاك المحلي يتوازى مع الإنتاج المحلي بل الأهم من كده أن الإنتاج المحلي تجاوز ذلك وحققنا هذه الفوائد التي جاءت للتصدير فقدرنا نحقق رقم قياسي في صدرات الحاصلات الزراعية بخمسة ونصف مليون طن لأول مرة في تاريخنا فاللي حصل أن هناك فورة واتباع حالة حالة من التضخم الأسعار العلنية مصر استفادت منها لأنها اتخذت إجراءات استباقية سبقت حالة التضخم التي تحصل حاليا بسبب تابعات الجائحة نعم نشكرك إذن شكرا جزيلا كنت معنا هتفين أستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي شكرا جزيلا لك التقى رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال اللقاء استعراضت وزيرة البيئة تقريرا حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021 مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث فقد بلغت نسبة الخفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتة 25.5% في ديسمبر الماضي وأضفت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة خمسة أفدنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد إلى جانب توريد أكثر من 106 ألاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحاد قش الأرز أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه وهو موفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأيضا تجنيب ما يقرب من 25 ألف طن من ملوثات الهواء شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرات تفاهم وعقود تسليح بين مصر وكوريا الجنوبية ضمت مذكرات التفاهم المواقعة مذكرات تعاون في مجالات الصناعة الدفاعية والدعم اللوجستي وأخرى بشأن المبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي إضافة إلى توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهوثورز محليا ذلك بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هنوى الكورية الجنوبية وأكد وزير الدفاع على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من مراسل الوكالات الأجنبية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر وذلك الإطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء داخله هذا وقد نظم الإصلاح والتطوير حيث أيضا تم إطلاعهم على نظم الإصلاح والتطوير المتبعة في ظل التطور الكبير في منظومة السياسة العقبية في مصر والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزا لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء حننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية بصراحة تجربة رائدة أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية للاهتمام بكل حاجة تخصي صحة المرأة شفنا أجهزة متورة جداً تكشف عن الأمراض مختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها فده حاجة مشرفة لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكابسولة المغلقة اللي بتسمح به مرور الهواء عبر فلاتر لدخول الهواء ناقي يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة دارت أشوفه النهاردة أعتقد أنه استندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى أو ما نشاهده في الدول المتقدمة يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإسقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ما رأينا اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهلهم حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف اتشافنا قد إيه في تطوير في قد إيه تغيير بالنسبة للنزلاء فكرة تعليم النزيل وتسقيفه وتأهيله برأة أخرى علشان يخرج المجتمع بشكل أفضل النهاردة شفناها في مركز تأهيل بدر حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها قرامة المواطن رأيك كيف نركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة التي تعملت المواطن حاجة جديدة نحن نكون مش متخيلين إن الدولة هتساعدنا بالطريقة دي وإن هم هيقفوا جنبنا كده وإن هيدونا أمل في الام اللي جاية وإن هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت وإن إحنا نازل نبقى الأحسن داين نحن فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة يعني كل اللي عنده هو هيف حاجة بيتعلم اللي في بيرسم لام منه موهب الرسم اللي بيتطرز القرشات كل اللي انتو بيتشوفو دا دا حقيقا كثير من مختلفة من أي أخرى هذا مهلا كثير من مهلا كثير من مهلا وكل فاصلاتي، كثير من المتعارضة وطريقة التحقيقية، كل شيء مجددا النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها والتأهيل والإصلاح فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع صورة وقعية من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي أنشأتها وزارة الداخلية ينقلها المراسلون الأجانب عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة وذلك بعد زيارتهم لمركز الإصلاح وتأهيل بدر وهي تعبر عن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي أنشأتها وزارة الداخلية والتي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان عبدالله بركات، التلفزيون المصري يكتمع وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير مناخ سامح شكري مع السفراء المصريين بالخارج عبر فيديو كونفرنس ويوجه شكري السفراء المصريين ببدل كافة الجهود لحشد الزخم اللازم لمؤتمر كاب 27 أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير 2022 قد سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات وأضف رئيس الهيئة أن شهر يناير الماضي قد أصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعقبة على مداري تاريخ القناة وأوضح ربيع أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال يناير 2022 مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بإجمالية حمولات صافية أكثر من 106 ملايين طن وأضف ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالية الإرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة للخدمة الملاحية وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة اعتبارا من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه عام 2021 ومعنا عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في البداية كل التحية سيادة الفريق أعلى نسب للعبور في هذا الشهر تقدير حضرتك لهذا الموقف شكرا جزيلا على اتصالكم الحمد لله يتعلن حرك تعبول السفن في يناير 22 باوزنا بها المعدلات تعبول السفن في الأشهر كلها المقابلة لها في تاريخ قناة من يناير السنين لفاس وده بقى هيدل أنه هو يعني فيه جلالة لأنه في نجاح استصالات استصالات تسوقية والاستقرية المنى اللي احنا نتعاني لها في التعامل مع انتغارات الاكتصالية طبعا ونجاحنا في تقليل أثر لكورونا ولو على الخدمة الجيدة اللي احنا نقدمها في الهيئة والاكمان الاندارات اللي احنا نعملها بالنسبة لتطوير مجرى ملاحي قناة السويس وتطوير أسولي بتاع قناة السويس كل دي حاجات خلت أنه أولا نكسب سكة العملاء باللي احنا عملنا ده ونكسب خطوط ثمان ملاحية جديدة ما كدش بتعمل ربما كده وده يمكن نعمل عندنا الزيادة لان احنا مثلا من شهر ينايو ده معدى عندنا 336 سفينة ما كدش بيعب عندنا قبل كده نعم وده برضه بتخلي زيادة الأركاب تبقى أكتر فالحمد لله يعني يعني هذه الزيادات بتقدر حضرتك يا فندم كيف تساهم بالدفع في عجلة الاقتصاد المصري طبعا احنا كل ما يعني احنا السنة السنة اللي فاتت يعني كلها حققنا حوالي 6 مليار دولار 380 مليون دولار نعم دي بضه بتحقق كل ذلك دخ في الخزينة من أصطاد المصري بالعملة الصعبة طبعا هو مهم عندنا برضه نحن نتابع لموضوع ده عشان برضه كل الإدفاظات اللي تضاف ده بالعملة الصعبة تخطش كلها على خزينة الدولة ودي حاجة بنزدانة طبعا من تنسل الأهمية جديدة جدا وحنا بنعمل عليه عنا نحن دايما كلها ذاكنا وكل آملنا كله نحن دايما نحن دايما نحاققين أن عبور السفن بسلام وأمان فأقل لوقته ممكن من قناة السويس ومحافظة على كده وبالتالي أن يأخذ ثقة عالية جدا أن عند العمراء أن قناة السويس ماشي بديل وأنها أكثر قناة وأصر كان الثقة دي جالك مرضة ممكن لما حصلت وبعد كده كان عندنا 422 سفينة كانوا علاقين في المحر المتوسط في الموسعيد وفي الجنوب في السويس لما عدناه في 4 أكيام وقد عد حوالي 100 سفينة في اليوم والحمد لله ما حصلتش حاجة كل دي بتدي ثقة لثقةات السويس يعني من العملاء اللي عايز أقوله برضا أننا عندنا عدنا 20 ألف سفينة 20 ألف 600 بالضبط يعني 21 ألف 40 أنه ليس بس مجرد عمور 20 ألف سفينة دول بيأخذوا خدرنات كثير جدا على مدعشة تتأمل يعني منهم بيستقبل السفينة في الغراطس بيروح لأياسين عليها ويطلع المرشد بضع الغراطس ويطلع المرشد برسعيد يعني في حوالي 5 مرشدين مثلاً أو 6 مرشدين بيبيروا على السفين نجياً خلال فترة فيه سفن أطراط بتمشي معها فيه ياسين وفيه 16 نقطة برابعة توا معها العمل يشوفوا السفن ناشية إزاي ومسافات دينها بين السفن يعني أفضي فيه خدمات كثير جداً نتقدم ألاها بقى عشان نحن نطلع مرشد بيقدم الخدمة خدمة منتازة وهو خبرة عالية حشان نقدم نفس الخدمة دي بالكساء وبالتالي كان هناك رسوم جديدة بدأت من اليوم يا فندم أه طبعاً يعني بدأنا نتقدم الرسوم من النهاردة 6% زيادة وده طبعاً تزل تعافي حركة التجارة العالمية لنقل البحر في من 2021 يعني مش 2020 حتى نحن نتوقعين أن نحن برضو نستمر خلال 6 شهر اللي نحن موجودين فيه من دولة يناير بجارة 6 مبدئياً يعني نتقدم برضو موانية التعافي ده وحركة التجارة زياد خلال الفترة دي وإحنا عملنا زلتها 6% وده مش غالغ كبير على فكرة بالنسبة للحقان نقل البحر خلال فترة 2021 سيادة الفريق أسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس شكراً جزيلاً لحضرتك يغادر الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو غيط القاهرة اليوم متوجهاً إلى المملكة الأردنية لإجراء محادثات سياسية تتناول عدداً من الملفات العربية والإقليمية هذا وقد أشارت الأمانة العامة جميع العربية إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل الدور المهم للأردن في النظام العربي وفي منظومة العمل العربي معربة عن تقديرها للقيادة الأردنية أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن القرار الوطني المستقل هو ما يدفعه للتقدم بيتر الشحح على منصب رئيس الجمهورية وأضف الرئيس العراقي في كلمة للشعب العراقي أن أمام العراقيين مسؤولية تاريخية وإشدد صالح على أن الدور المنتظر للبرلمان الجديد يحتم أن يكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب أعضاء مجلس النواب الأفاضل لقد انتخبكم الشعب في انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهظ جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيممة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيد نفسه فشبابنا في البصرة والناصرية والنجف الأشرف وبغداد والموصل والسليمانية وأربيل والأنبار وكركوك والديوانية ودهوك وديالة وسنجار يتقاسمون ذات التطلعات في العيش الكريم الحر ولذا فأن الظروف العصيبة التي مرت بالبلد وما ينتظره من استحقاقات تفرض علينا مسؤولية تأريخية وعملا استثنائيا وأن الدور المنتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون فرلمانا حرا وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وتطلعاته أعلنت هيئة الانتخابات التونسية جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها وكانت الهيئة الانتخابية في تونس قد أعلنت أنها قد شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين المسجلين حتى نهاية سنة 2019 وفتح باب الاعتراض عليها وهو ما يعني أن الهيئة سوف تشرف على الموعد الانتخابية طبقا لدستور عام 2014 أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية عزم بلاده لإعادة فتح سفارتها في ترابلس والقنصلية العامة في بنغازي ذلك بتوجهات من الرئيس الروسي جاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا وأكد المسؤول الروسي ترحيب بلاده بهذه الزيارة معتبرا أنها تمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي مع ناظره الروسي سيرجي لافروف على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة التبادل الجوهري مع روسيا بشأن مخاوف أمنية متبادلة كما حتى بلينكين أيضا خلال الاتصال نظيره الروسي على إلغاء التصعيد الروسي الفوري وسحب قوات والمعدات من حدود أوكرانيا نفى نائب وزير الخارجية الروسي أليكساندر كروشكوب تردد بشأن تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية حول أوكرانيا وكان مسؤولون بالخارجية الأمريكية قد أعلنوا أن واشنطن تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن وحصلت على رد خطي على هذه المقترحات قال رئيس أوكرانيا فلودمير زيلينيسكي أن بلده سوف تزيد عدد جنود قواتها المسلحة إلى 100 ألف جندي خلال السنوات الثلاث المقبلة يأتي ذلك ضمن عدة إجراءات لتعامل مع الأزمة الحالية مع روسيا كما أكد زيلينيسكي أن الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لبلاده بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2014 وأضف الرئيس الأوكراني أنه يبحث موعد محادثات السلام المقبلة مع روسيا بمشاركة فرنسا وألمانيا وسط تصاعد التوتر مع روسيا وأزمة داخلية قد تطيح به من منصبة تأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال إن الزيارة تأتي دعماً لسيادة أوكرانيا وسوف يحاول خلالها جونسون حضروسيا على التراجع والدخول في حوار للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة زيارة تأتي في وقت يواجه فيه جونسون أكبر أزمة تهدد مصيره مع تحقيق الشرطة في تقارير حول خرقه لقيود كورونا وتنظيم حفلات في مقر إقامته ومكتبه في لندن في وقت كان فيه غالبية البريطانيين ملتزمين بإجراءات الإغلاق العام وقد أبدى رئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة البرلمان أسفه متعهداً بإصلاح الأمور لكن عدد النواب في حزبه المحافظ الذين فقدوا الثقة به آخذ في الازدياد وفي الأيام الأخيرة تزايدت المخاوف من توغل روسي وشيك في أوكرانيا على الرغم من نفي موسكو ونداءات الرئيس الأوكراني لتجنب الضعر بشأن الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده وتمثل زيارة جونسون لكييف أحدث الجهود الدبلوماسية المتسارعة لمواجهة هذه الأزمة حيث أجرى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مكالمة هاتفية للمرة الثانية خلال أربعة أيام بشأن أوكرانيا كما أعلن الكريملين هذا وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليس دراز أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يشدد حزمة العقوبات التي يمكن لبريطانيا أن تفرضها على موسكو في حال شنت موسكو هجوماً عسكرياً ضد أوكرانيا ومن المقرر أن يتصل جونسون بالرئيس الروسي أيضاً لحظه مجدداً على التراجع والانخراط في المساعي الدبلوماسية لحل تلك الأزمة مشاهدين الكرام السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها الصحة العالمية تحذر من خطورة النفايات الطبية الناتجة عن استخدام أدوات مكافحة كورونا حضرت منظمة الصحة العالمية من أن النفايات الطبية الناتجة عن استخدام أدوات مكافحة كورونا قد سببت ضغطاً هائلاً على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية في العالم بما يهدد صحة الإنسان والبيئة ذكرت المنظمة في تقرير لها أن التقديرات تشير إلى أن نحو 87 ألف طن من معدات الحماية الشخصية التي تم شراؤها ما بين مارس 2020 ونوفمبر 2021 جرأ شحنها إلى البلدان المحتاجة من خلال مبادرة توارئ مشتركة للأمم المتحدة ومن المتوقع أن ينتهي بها الأمر إلى نفايات مما يعد مؤشراً أولياً على الخطر ذلك دون النظر إلى الأدوات التي تم شراؤها خارج المبادرة والنفايات النتجة عن استخدام الأشخاص لمنتجات مثل الأقنع الطبية أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكي ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 378 مليون و363 ألف وأربع وثمانين حالة أضافت الجامعة في بيانها اليومية أن إجمالية الوفيات بالفيروس قد بلغ نحو 5 ملايين و674 ألف و219 حالة وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة قد سجلت أكبر عدد من الإصابات حول العالم والتي بلغت أكثر من 74 مليون و342 ألف في حين ارتفعت حصيلة الهند إلى أكثر من 41 مليون و469 ألف إصابة في المركز الثاني هذا وقد سجلت روسيا عدداً قياسياً لإصابات اليومية بفيروس كورونا مع انتشار سلالة أومايكرون في جميع أنحاء البلاد قفز عدد الإصابات خلال 24 ساعة إلى 125 836 إصابة كما سجلت الصحة الروسية 663 إصابة حالة وفاة في الساعات الأربع وعشرين ماضية فقط كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 18343 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالية الإصابات في البلاد قد ارتفع إلى 864 ألف واثنتين واربعين إصابة هذا وقد شهدت البلاد زيادة حد في حالة الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت سلالة أومايكرون شديدة الانتشار هي المهيمنة كما سجلت كوريا الجنوبية 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالية الوفيات إلى 6772 حالة بدأت السلطات السعودية اليوم تطبيق إجراءات جديدة في التعامل مع جائحة كورونا حيث دعت كل من مضى عليه ثمانية أشهر فأكثر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشطية وأشار مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إلى أن الحصول على الجرعة التعزيزية سيكون شرطا لدخول أي أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية كذلك المنشآت الحكومية أو الخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام قام سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي محمد جاد بإدعاء أصل وثيقة تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة المنشآل وكالة الدواء الأفريقية جاء ذلك خلال احتفالية نظامتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص وأعرب سفير مصري خلال الاحتفالية عن سعادته بانضمام مصر لهذه المعاهدة منوها بالإيجابيات الكبيرة المنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة للشعوب الأفريقية مؤكدا في هذا السياق على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعمل الوكالة هذا وقد أعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتا عن سعادتها بانضمام مصر المعاهدة تستمر فعليات معرد القاهرة الدولية للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرد عددا من الفعليات والندوات الفنية والثقافية بالفعل زملاء العزاء يتواصل حتى الآن الإقبال الكبير من قبل زوار المعرض منذ أن فتح أبوابه في تمام العشرة صباحا واستمر اليوم حتى الثامنة مساء هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة معرد القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين هناك خمس صلاة قبرى هنا في أرض المعارض في منطقة التجمع حيث يشارك نحو ألف وثلاث وستون ناشر وعارضا من إحدى وخمسين دولة هذا بالإضافة إلى أن اليونان هي ضيف شرف المعرض هذا العام هذا بإضافة أيضا زملائي إلى الندوات والفعاليات الثقافية الكثيرة نحن نتحدث عن عشر قاعات كبرى أيضا فيها فعاليات ثقافية متتالية منذ بداية اليوم وحتى نهايتي ومن بين الندوات والفعاليات الثقافية التي أقيمت اليوم كانت هناك في القاعة الرئيسية ندوى عن الكاتب الراحل عبدالتواب يوسف مترجما وهو شخصية المعرض للطفل هذا العام وأشير في هذه النقطة إلى أن الصالة رقم خمسة مخصصة بالكامل لفعاليات للأطفال وكتب للأطفال فضلا عن جائزة المبدع الصغير من بين أيضا الندوات والفعاليات الثقافية التي شهدناها اليوم على مدار اليوم السادس من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تأبين لرموز الثقافة المصرية وكان على رأسهم الدكتور جابر عصفور وكذلك الدكتور شاكر عبد الحميد والدكتور فوزي فامي هناك قبل كبير أيضا من قبل المثقفين ورجال الثقافة في مصر والوطن العربي على حضور هذه الفعاليات الثقافية النقبوية هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هناك أيضا ندوات نوعية نتحدث عن ندوة الاستثمار الرياضي ومستقبل مصر 2030 وشارك فيها أيضا نقبة من نجوم الرياضة المصرية فضلا عن ندوات فنية عن عدد من الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فضلا أيضا عن ندوات خاصة بالروايات والمصرحيات المعروضة هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب إجمالا إقبال كبير حتى الآن أمس أعلنت الإدارة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن عدد الزائرين وصل يوم أمس فقط إلى 46 ألف زائر وبالتالي في الأسبوع الأول نتحدث عن أكثر من 400 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا فضلا عن أن الدولة أيضا وفرت مركبات وحافلات لنقل الزائرين من وإلى معرض الكتاب هناك خطوط لأوتوبيسات النقل العام من كافة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة تقوم بتوصيل الزائرين للمعرض من وإلى العديد من الأماكن وكل هذه الخطوط موجودة بالتفصيل على المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نتابعه معكم حتى نهاية يوم السابع من فبراير الجاري بإذن الله إليكم زملائي في الاستوديو أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40 ألف متردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين وذلك منذ بدء فعاليات المعرض في يوم السادس والعشرين ميليناير الماضي وذلك حتى أمس الاثنين وإتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة حرصا على الصحة العامة للمواطنين بتزامن مع إجراءات الدولة لتصدي لفيروس كورونا ذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة والآن مشاهدين الكرام نتحاول معا إلى أخبار الاقتصاد وإلى الزميل لرجائي رمزي إليك رجائي شكرا حكمة شكرا أميمة مشاهدين أخبار المال والأعمال نتبعوها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورغن بدعم منثقة المستثمرين على جانب في قوة الاقتصاد المصري وهو ما يعد بمثبة شهادة ثقة جديدة من العالم واثر التقرير على مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا من انضمة لمؤشر جي بي مورغن للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بينما أوضحان 90% من المستثمرين على جانب الذين شاملهم استطلاع الرأي أن يدو دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثبة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين على جانب في صلابة الاقتصاد المصري هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر جي بي مورغن لافتا إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 68.6% عام 2019-2020 ارتفعت الإرادات العامة للدولة بنسبة بلغة 10.3% كما زادت الإرادات الضريبية بنسبة بلغة 15.7% ذلك مقارنة بنسبة نس الفترة من العام المالي الماضي بما يعكس التحسن الملحوظة في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء أشرت الحكومة إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحي ومستشفيات بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بحث تعزيز التعاون الإستثماري مع السفير الياباني في القاهرة أوكا هيراتشي وتناول اللقاء بحث جذب المزيد من الإستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية بالإضافة إلى متابعة موقف الشركة اليابانية العاملة في مصر وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء همية التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية كذا المستهدف جذبها في مختلف المجالات عقدت لجنة تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر عقدت اجتماعا بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية وأكدت الأمانة العامة في بين لها أنه تم إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة وأقرتها القمة العربية لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة مضيفة أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة تضمنت التركيز على تحديث الاحصائيات السياحية لتكون أكثر واقعية بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر التنافسية السياحة والسفر للدول العربية والأثر الاقتصادي لقطاع السياحة إلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهى تعاملت جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة ربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.2 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 بنسبة بلغت 0.98 في المئة ليغلق عند مستوى 11.603 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتواصلة ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.56 في المئة ليغلق عند مستوى 2151 نقطة في مصعد أيضا مؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.52 في المئة ليغلق عند مستوى 371 نقطة يعقد البنك المركزي والأوروبي اجتماعا للخميس يتمحور حول ارتفاع معدلات التضخم فيما يهدد خطر اندلاع حرب في أوكرينيا بزيادة أسعار طاقة المرتفعة أساسا في المنطقة وتتمثل مهمته الرئيسية في الحد من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو التي ارتفعت بنسبة بلغت 5% العام الماضي مدفوعة بأسعار الطاقة وتأثير نقص المنطقات وأيضا المواد الخامة في إطار الجهود الأوروبية لمواجهة ارتفاع الأسعار يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا الخميس يتمحور حول ارتفاع معدلات التضخم فيما يهدد خطر اندلاع مواجهات في أوكرينيا بزيادة أسعار الطاقة المرتفعة أساسا في المنطقة وتتمثل مهمة البنك الرئيسية في الحد من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو والتي ارتفعت 5% العام الماضي مدفوعة بأسعار الطاقة وتأثير نقص المنتجات والمواد الخام ويعد هذا المعدل هو أكثر من ضعف هدف التضخم الذي حدده المركزي الأوروبي بنفسه والذي يبلغ 2% كحد أقصى على المدى المتوسط ويأتي اجتماع قادة المؤسسة النقدية في فرانكفورت في وقت بلغ فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوى نقطة لاعودة بإعلان زيادة مقبلة في أسعار الفائدة الرئيسية ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في تكرار خطأ عام 2011 عندما رفع أسعار الفائدة في مواجهة زيادة في أسعار الطاقة مما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو مشاهدين بهذا نكونوا قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى الزمالتين حكمة وأميمة إليكم شكرا لك رجائي إذن مشاهدين الكرام انتهت نشرة أخبار الساعة السادسة والآن إلى العناوين الرئيس عبد الفتاح سيسي يوجه بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجامعات الصناعية على مستوى الجمهورية الرئيس سيسي يؤكد الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة والمشروعات الاستثمارية مع الكويت في مختلف مجالات التنموية برهم صالح يعلن ترشحة لمنصف برئيس جمهورية العراق لولاية ثانية ويؤكد أن الشعب أمامه مسؤولية تاريخية انتهت السادسة شكرا لكم وفي أمان الله في أمان الله اشتركوا في القناة